دخلت للدار مشه هي شي حاجه حلوه هلقيت عندي غير التمر والحليب قلت علاش الله ما ندير هاد الوصفه هادي اللي صراحه كاتجي رائع جدا كاتجي اللي دبزب وضغيه ضغيه كاتجي وراكم عارفين حتى بالنسبة الحليب والتمر با ايمن كنتناولوهم يعني غير مع بعضياتهم وكن شربوهم بججولة كل يوم وان شاء الله هنحضروا بهم وصفة اللي السهلة وكاتجي كما قلت لكم اللي دبزب قبل ما عندوا الفيديو كامال عادة منسوش تدعموني باللايك دي لكم باش تجعوني باش دايما ان شاء الله نجيبكم وصفات اللي يكونوا اجداد وحصريا كذلك تأول مرة كتشوفوني فمنسوش تركوا في القناة تفعلوا زراس بجني ما توصلوا بجريد ديالي ودواب لما نطول عليكم وخليكم مع المقادير وطريقة بتحضير اللحتو معايا بنسبة المكونات فحتاجينا كاس ديالتمر بالنسبة لهذا الوصفة هذي يمكن لكم تاخدوا القياس باش ما بغيتوا يا اما زلافة او لا كاس او لاي حاجة غير هو الاخديتوا مثلا القياس بالكاس كملوا بنفس الكاس يعني اخدوا به القياسات كاملين انا اللحتو معايا فاخديت القياس بالكاسة كاية شوية كبير كيوزن صراحة هو كي عبارة قريبا واحد جوجي الكيسان ديالعنبة ما كاملينش خديت كي ما قوت لكم كاز ديالتمر كدوزن نضفو التمر ديالنا انا درت له هنا يا الماء ودرت له حشوية ديال الخل ونقصلوه مزيان كنحكو بيدي هالتمر صراحة ما معجنش بزاف حاولوه كي تمسحوه غير بوحشوية ديال المزهر يعني كتشدو كي يوحشفونا كديرو فيها وحشوية ديال المزهر وكتمسحو تمار ديالكم ومن الافضل هاد الوصفة هذي صراحة ما تستعملوش فيها كي تمار ليكون معلك بزاف كتار من القياس يكون اكاية معلك غير هو ماشي ملون يعني معجن بزاف المهم اللحتم معي بعد ما انطف التمر لي عندي كامل فمباشرة كندوزون حي يدولو العظم لي كي يكون الداخل المهم كنحاولوه كي يا النققي والتمار لي عندنا كامل من العظم وكذلك كنشوفو واش فيه السوس ولا لا بعد المرة صراحة كي يكون التمر مدود وانتو ما غتشوفو ورا شي وحد يلقيتو ما كي فيه السوس الداخل يعني ما درتهمش انتم ما كتنقي وهم العظيمة وكتشوفوا يعني لداخل كي واش مسوس ولا لا يعني اللاحتوا معايا هاد التمار هذا اللي خدمت به انا يا شوية صغير العدد دي اللي حبت شوية كتار كي ما قلت لكم در تغيير كاس دي التمار فقط يعني الوصفة هذه صراحة كطيح اقتصادية جدا ويعني ما فيش هكي شي مكونات اللي كتارين ضغية ضغية كتوجد ما فيها لاخذ ماله والو يعني اللاحتوا معايا غنستمر بنفس طريقة حتى غننقل كمية دي التمار اللي عندي كاملا وكننصحكم هاد الوصفة هادي حاولوا كي يديروا منها كيمية كتير لاحقاش صراحة كتجيب بني نفسه يعني لاكليس وحدة ولا شوش ما غير يقنعوكم مش وخا صراحة هاد الكيمية هادي اللي اعطتكم دي التمار وخل مكونات بساطين وقلالين شي شوية را كي خرجوك ها الكمية كتيرا وفي الاخير غنوريكم ان شاء الله هاد الكيمية اللي خرجت لي كاملا غير تبع معي ان شاء الله باشا كيا مني تحضروا الوصفات نجاح معاكم اللاحتكم معايا في جديدة كيا واحد الهاشوار كنشدو وكننوضع فيها كيا التمار اللي عندي وكندوز نطحن التمار مزيان حتى كيتعلق ايلا ما توفرش عندكم هاد الهاشوار هاد يمكن لكم اطحنوا التمار ديا لكم فييتطحانه ديا الماطيشة التقليدية العادية ديك اللي كانت طحنوا فيها الحوت كانت طحنوا فيها معاطيشة يعني المعروفة يلي كانت طحن فيها التمار ديالكم حتى كيتعلق وخلاص ايلا ما كانتش عندكم الهاشوار لديك generous welcome حوالو وكايا منش ميشو وتقدو ودتهاء concepts ليكن معالل وحت شوية يعني يكن ارطب باش لو كيته بأرك س 해주ه و فردته غير ب chlorideквقين وتعجنهمmore سهد بيدكم كيرطابو كيولي بحليم طحون ومهم ده بعطيتكم جميع جميع الطرق يعني لا دعي انكم تقولوا يعني ما مغديروش هاد الوصفة ولا شي حاجرة كل شي كنسهلو عليكم يلاحتو معايا فبنفس الكاس برت كاس ديال الحليب وكنشد ذاك الكاس اللي عبارت به كناخد طولت ديالو طولت ديالو كنضيرو سكر اللحتو معايا الكاس باع كبير شي شوية القاع ديالو يعني الفوقاني ديالو كان كبير شي شوية القاع ديالو رقيق مهم كتعبروها كيا عنكم ميزانكم كتديرو طولت الكاس اللي كتتاخدو به القياسات كاملين كتديرو به طولت من السكر اللحتو معايا فقدر تقول شي فوق النار وكم داك ينحرك النار اللي كتكون متوسطة باش هكيا كنحضرو نسلي يعني النسلي عوض ما مشيو نشريوه كنحضروه بطريقة اللي بسيطة غير بالحليب والسكر كنحصلوك على واحد الكمية ديالنسلي اللي قليلة غير اللي غنحتاجوها وصراحة كيجي المعداق ديال هاد نسلي هادك كيجي رائع كيجي بحالو بحال هادك اللي كيتباع تماما انا صراحة من اللي بقيت كنضيرو بهالطريقة هادي ولا كيجي نزوين مبقيت صراحة كنشريه بتاتا ديما كنحضروه راسي بسيط يعني غير شوية ديال الحليب وشوية ديال السكر كنحضروه يعني نسلي ديالنا غير في المنزل شوفوا معايا كم بده نحرك حتى كيتقال القوام ديالو بانا درتك هي اه مقلة اللي كبير يعني واسع باشا كي يضغين شوف دك نسلي وده غير يتعلك يعني كنخلي واحدة كيوليا كي القوام ديالو تقيل وورا مني كيقرر بيوجد كيبقي يطلق الرغاوي يعني كيبقي يطلق الفقاعتك كبار ينتمك تعرفوا بانه واجب وكذلك حتى القوام ديالو كيتقال كيتعلك المهم اللي حتو معايا ففرق دك التمر اللي عندي كنحاول كيمده ونجيبه في المقلع وغنضيفه المكوه الاساسي اللي كيعطي واحد المدق رائع جدا مني كيتلا قهوة ونسلي كما معروف بالنسبة لها بالحلوه هادي الحلوه العادية اللي كتتحضر بالنيسلي والكوك تجي صراحة رائع جدا احنا بحليس قولوا في هاد الوصفة هادي نزجنا بالكوك ونسلي والتمار صراحة يخرج واحد المدق اللي ديت بزاف المهم وذك الشي مازال سخون كنحاولوا كي نحركوا بسرعة باشا كي يكنده بجو مع بعضياتهم مزيان انا صراحة ما خليش دك الناس اللي حتى برد عدرت عدرت التمر ولكوك بغيت اكي ندر دك الشي هو مازال سخون باشا كي يساعدني ودغيه دغيه تخدم اخدمت كل شي غير بسباطيل ناك نخلي الخالد ديالي اولا هاد العجينة ديالي اولا الحلوه اولا تحلوه دابا نخليوها حتى كي تبرد ماشي كي تبرد غير كدفة ما تخليواش حتى كي تبرد باشا كي مني كي تخدموها ما تلقواش كي يقصع حس مهم خليت الخالد ديالي غير ولا كي تحملو بليد ديالي ولا دافي بك ساعات مباشرة كندوزوه كي نكورو كنكورو هادا هادا الحلوه ديالنا كنديرو الدانا في المزهر وكنكوروها كويرات اللي كونمتو بسطين صراحة انا دات الكويرات شوية كبيرين وخلاص بالنسبة لهاد الحلوه هادي فبحالة انه وخرج لكم هاكيا القوام خفيف بزاف يعني ماشي بحالي القوام خفيف يعني تقدروك كي تكونو خليتو اه الناس لي شوية خفيف غيخرج لكم الخالد شوية خفيف داك ساعات زيدوه واح شوية ديالي للكوك توليك القوام بحال هادا اللي عندي انا يا كي ما قلت لكم دابا وانا كان نخدم الخالد مازال دا في واحد شوية المهم غاندوز ان شاء الله نزينو الحلوة ديالنا وعدك ساعات غاندخلوها تلاجا نخلي واحدة كتب رضا غير لتحت ومفعد كنتناولوها وغيتو هاكيا حتفضو بياف تلاجا كتبقها بمدة طويلة وانتو ما كنتناولو منا يعني وقتاش ما بغيتو هاكيا شي حاجة حلوة كتاكلوها اللاحتو معايا كنفندو الحلوة ديالنا في الكوك وكنديروا هاكيا في الكويغطاس بغيتو هاكيا تديروا مثلا تفندوها في الجنجلان يعني كتحمروا الجنجلان وتفندوها فيه بغيتو هاكيا تديروا كوكا ويكون عندكم مقطع رقيق في الندوها فيه المهم بالنسبة لزين كي يبقى اختياري انا بما ان الوصفة محضرة بالكوك فحبيتها كيان خليدت المداق ديال الكوك طاغي فيها صراحة صراحة بالنسبة لهاد الحلوة هادي فكتجي رائعة جدا كتجي ليدة بزاف وهدي هي الكيمية يعني اخرج لهاكي واحد من ثلاثة اللي عندني صراحة كيمية اللي معقولة بالمقارنة كي مع مع المقادير كانت مني ان شاء الله جربوتنا لإعجاب ديالكم وانا اكيد اكيد ان شاء الله اللي اجربتوها فاقس عجبكم بزاف لحقاش في علان كتستحق بزريبة المهندة ومقالي الى نودعكم مع السلامة نطلقوا فيديو اخر